صحيح ويمكن يعني بقول لأستاذ المشاهدين يمكن بعد نتيجة واحد سفر بقول نتيجة جيدة جدا مقارنة كمان بالوداد والوداد كان خسر واحد سفر من الملعب المالي في نفس الجولة وبالتالي زي ما حضرك بتقول الأسماء هي بتبقى في الملعب انت جوه الملعب بتقول أنا النادي الأهلي لكن مش قبل المباراية انت انت لو لابت معفرية واستهنت به انت نتعافش الأمور ممكن تصير معاك ازاي ممكن تتعقد وفي دروس كتيرة جدا يعني اتعرض معها في الكورة المصرية وعلى مستوى الانديها في هذا الاتجاه فالمؤكد ان النادي الأهلي بيأخذ هذه المباراة بمأخذ جد جدا باهتمام كبير جدا بتركيز بيسعب كل القوة للحسب اه في بعض الغيابات عنك زي محمد الشناوي بكرة مش موجود في المباراة بسبب طبعا عنده اجهاد في العضلة السولية لسه لم يتعافى من كورونا عندك مجموعة من اللعيبة لسه راجعة من كورونا زي كهربة اكرم توفيق هاني افشة لكن في النهاية دي عناصر دعمة وقوية لك بإذن الله في المباراة اتمنى ان النادي الأهلي يأخذ المباراة دي بقوة بجدية بحماس يسعى للحسم المبكر بإذن الله في المباراة يعني تكون تبقى الامور كلها محسومة لانك داخل بعد كده على دور الستاشر مهم دور المجموعات ان شاء الله الاهلي يخش بقوة لان دي النجمة العشرة بيدار على النادي الأهلي زي بحدك قلت ان دي البطولة الاعظم للنادي الأهلي والبطولة الاهم اللي بيتمي بها النادي الأهلي بطولة الأهلي كان بيبحث عليها من 2013 ووجد ضلطه فيها في 2020 اذا انها بطولة صعبة المنال والأهلي خلال اخر اربع نهايات كان وصل في ثلاث نهايات يعني فالأهلي دائما بيبحث عنها يعني بقوة طيب خلينا نتكلم برضو على ان شاء الله مباراة بكرة من حيث ان شاء الله ربنا يوافع النادي الأهلي وأهداف المباراة يعني لما نتكلم أو مدير فني بيتكلم بيتكلم على أهداف المباراة مش بس على مستوى النتيجة ان شاء الله لكن على مستوى تجهيز اللعيبة على مستوى انك ان شاء الله بتستعد كمان لنتعرف احنا يعني عندنا مباراة كمان بعدها بتلات ايام مباراة السيراميقة في الدوري دلوقتي الحمد لله بعض اللعيبة رجعت السكواد بتاعك بقى مش متكامل لكن فيه جزء كبير جدا فالأهداف ان شاء الله المباراة هتكون انت شايفها ازاي طبعا مهم جدا بجانب الهدف الأسما والهدف الأعظم هو انك تحقق الفوز وتتاهل الى دور الستاشر بإذن الله فانك بتشتغل هذه المباراة فرصة انك بتلعب مباراة رسمية في دور الأبطال يعني بتطمئن فيه على كل اللعيبة القوة بتاعتك اللعيبة خصوصا اللعيبة اللعيبة اعتقد ان المسلماني هيدي فرص كتيرة جدا للعدد كبير جدا من اللعبين خصوصا اللي كانوا غيبين لكي تذهب الى ماتش سيراميكا يعني ماتش سيراميكا واحد من ماتشات المهمة في الدور لانها اتفرجنا على فرق سيراميكا لغاية دلوقتي من الفرق القوية في الدور فرق بتقدم كرة جيدة الفرق اللي فيها اللعبين مميزين الفرق اللي بتلعب كرة حلوة الحقيقة يعني كان حتى من معظم مبارياتهم كانوا بيلعبوا حتى الماتشات اللي خطروها كانوا بيقدوا بشكل قوي شكل مميز جدا ومشيين بشكل يعني لهم بداية حلوة يعني بدايةهم حلوة في المسابقة فهتماني الاهلي اكيد هيعمل حساب ده اكيد مسمعنا هيستفيد من ده بيتمانينا على كل اللعبين اللي راجع من الاصابة اللي راجع من كورونا فدي فرصة عظيمة جدا لي عملية الروتيش كمان تكون موجودة عندك عناصر كتيرة ممكن تستغلها ان تعمل عملية الروتيش اكيد هو كمان لما بيكون في ماتشين تقريبا في اربع او خمس ايام بيكون هو اكيد مجهز كمان العناصر اللي هيشارك والعناصر وده هيساعده النتيجة المباراة ان شاء الله انت طول ما انت متطمن على المباراة ممكن تزوء عنصر تشوف شكله الفني ايه شكله البدني ايه